يبدو ان ملف تثبيت المحاضرين في محافظة الديوانية لم يغلق بعد حيث طالب المئات من منحق عقود المحاضرين المجانيين في الديوانية بتثبيتهم على الملاك الدائم اسوة باقرانهم السابقين فيما شاروا الى تهميشهم وعدم معالجة اوضاعهم بكل القرارات السابقة هاي الناش اكثر من شبع تهلاق عائلة عائلة مظلومة عائلة ما يعرفون مصرهم وين تخصيص مالي معدهم صار لهم يداومون من 2019 لا نشملوا بالتثبيت ولا نشملوا بالتخصيص المالي ولا نشملوا بكل قضايا لا قرار 130 يشملوا بي ولا قرار 315 يشملوا بي وما يعرفون مصرهم شنو التظاهرة الاحتجاجية التي خرجوا بها تخلى لها احتكاك بين القوات الامنية والمتظاهرين الذين اكدوا استمرار التصعيد لحين تلبية مطالبهم والتي وصفوها بالمشروعة تصعيد مستمر من قبل المتظاهرين ملحق الديوانية اللي يقدر عائلتهم 7352 والآن يتم قمعهم خلفنا وشاهد الكاميرا يتم قمعهم من قوات الشغب القوات اللي يجب حماية حماية المتظاهرين أساسا نحن ناس خرجنا بالسلمية نحن ناس خرجنا باللباس التربوية نحن ننكر ونستنكر وندين وتصعيدنا مستمر نحن ناس أصحاب حقوق صارنا 3 سنين إلى 4 سنين داوم بالمجان ولحد الآن المدير التربية مهمشنا ومديرية التربية ما شعلتنا اهتمام بالنسبة للمجلس الوزراء نطالب مننا أن ينصفنا تعبنا ناس ما عدها وسط الدرجة كروة كروة توصل بها للتربية ما عدها شريحة مهمة تنتظر انصافها من قبل الحكومة الاتحادية والتي في حال انقطاعها عن العمل ستكون العملية التربوية والتعليمية هي المتضرر الأكبر في هذه المعادلة من الديوانية محتز العبودي شكرا